الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل لتهم العائلة أهلا وسهلا مرحبا بكم نيسل كول شكرا لكم على اختياركم مذاعة الحياة تفهم موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة معكم سيهم حمدي في الميكرو ترفقني أمنا بوخيد في الأخراج تقني للحصان وفي الشرطاني في الدجيتال وترفقني في الأستوديو مدام نجيب الحاجي الأخصائية النفسانية التربوية مدام نجيب أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا وسهلا مرحبا عايشك شنو حويلك مدام نجيب الأباس حمدولله يا شنو أخولكم مدام نجيب اليوم في الحياة في العائلة باش نواصل ونحكيوا على أنماط الشخصيات وفن التعامل باش نكملوا أمان باقا من أنماط متاع الشخصيات وكيفيش نجمو نتعاملو تحيش في نفس المحيط به ها كهو باش نحكوا علي أنماط أخرى والأنماط أخرى لأشخصيات نحكيوا على الشخصيات Jordan النرجاسيه الانانيه والشخصيه المتعقبه للاخطاء خلينا نبدأوا بالشخصيه النرجاسيه الانانيه كنقولوا النرجاسيه يعني انانيه وحدك وحدك تراسيه ما عطينا بعض مواصفات هكي اشي يجي على بالك يقول لك انا شخصيه نرجاسيه نقول لنا انيني بارشا شخص انيني بارشا يحب روحه يحب مصلحته نتصور اينا هكا يعني في التعريف ارا روحه هو سيحي يحب يتحكم فما زادها جانب التحكم انا عارش هذا حاس برايه انا لا صي نجحتي في الاختبارك مش تولي اخصائيه نخني صيبش نبدلوا الادوار يا كهو شنولي انا يقولنا يلا شخصيه النرجاسيه اللي الانانيه دجا قمه الانانيه مش ندخلوه في الانرجاسيه اللي هي حب الذات بطريقه مرضيه احنا الانانيه مطلوبه شرط انها تكون انانيه محموده خاطر اذا كان مش تكون على خساب غيرك احنا منحقنا باش نحبوا ذاويتنا ونقدروها ونعطوها لتستحق ونسمناه كونديسيون اني مش على حساب غيرنا الشخصيه الانانيه النرجاسيه السيديه ذيه حب مفرط للذات اللي تقرب قريبه للحاله المرضيه اكل تولي تستعبد ذاتك عباده وتحب وتلغي بقية الشخصيه تلغي ما تحترمش الاخرين ما تحط هاش في حيز حياتها معناها مصلحتها فوق كل اعتبار على حساب مام حتى والديه واخوته معناها حتى في العائلة عبار انك اصدقاء العمل واللي مش تقرب لهم حتى في المحيط العائلة متاعك يعني رغبتي ومصلحتي فوق كل اعتبار اوامري مستجابه اللي نطلب يلزمني ناخذ وهذه سهام كانت تتفكر كي حكينا على الوالدية ذات الحمايه الزايده كلنا راهي مش تنتج شخصيه انانيه نرجاسيه نرجاسيه انها كي تخرج من محيطها مش تلقى برشه صعوبات الشخصيه هذيه يسعب برشه التعامل معه على خطر من نجمه نتفعله نتعاشه كين كين نحترمه نحترمه الاخر انتي اذا كان ما تقدرش الاخره وتلغي وجوده وتلغي معناه حقه معاك مثلا في اخوتك اخوتك عندهم نصيبه معاك في والديك الشخصيه الانانيه ديما هي فما انانيه مفرده حب للذات مفرد فما معنتها شعاره نفسي ثم نفسي ثم نفسي لا حتى حد معاك حتى حد يعني يلزم يحقق احتياجاته ورغباته على حساب كان من يكون هذيه توا عرفنا الاسباب متاع الشخصيه عرفنا معناها صفاتها اي والسبب هو انه تنجب تكون من التربية المانيدية البيئيه تنجي البيئيه خطر احنا ما نختاروش رو شخصيه نكتسبوهم نكتسبوهم وثمه ظروف هي اللي تنتجها ثم بعد نحكو لها في الخلاصه اما هما ذيكا نتيج معانتها طاربياخات شخصيه هذيه من معانتها يصعب برش التعامل معها لذلك الشخصيه اللي مش تقبلها يلزمها تعمل لها رسكلا وتكوين تتقبلها الساعة كما هي وتعمل شوية توعيه وتحسيس وتوعيه موجيه لدربوا بش يقبل الاخر ويدخلوا في حي زحيه على خطر كل ما شاركت الاخر في حياتك كل ما نقصت انانيت عطينا مادام نجيبها الاليات بش انتي تطوع وتدرب شخص عنده هالصفات هذيه بتاع النرجاسيه الانانيه كيفيش بش تخليه تقبل الاخر باي الاليات يلزم معانتها يواجه الاخرين ويلزمك تقاسمهم وتشاركهم في كل مواقف الحياة نبدو بالعائلة انه الوالدين هما مسؤولين على التدريب الاولي لانه انتي ساعة ولدك يعيش معك انتي انتي كتكتشف فيها السيفة هذيكه سيفة الانانيه لدرجة النرجاسيه وحب المفرط للذات انتي تعوده كيفيش يحسن التعامل مع اخواته يقبل اخواته يشارك مع اخواته يتقاسم كل شام اخواته نسألك نفس السؤال متاع المرة الاخرى مدام نجيبه هذي في حالة انه الشخص هذا مازال طفل مازال يتقبل انه يغير حاجات في سلوكه والا الاولياء عندهم دور في تكوينه ولا في الاحاطة به كيف يبدأ شخص هذا مراهق كهل تستيراده كيفيش نجمه الاقرب ليه لو حتى الكهل والمراهق راقب ليه للتغير والتطوق ما فهماشي شخصيه استاتيك معانتها كلنا نعيشه في ديناماكيه كبيره في رواحنا نتغيره اتوطا اتو ممو معناها الاقرب لك سواء امك بوك بعد تجي رفاق العمل للاصدقاء في الشارع زوجتك الكل يحاولوا يخلوك تعيش معناها حياة انك تتشارك مع الغير وتعطيها محيز لانك تعيش في مجموعرك مش تتعيش في كهف وحدك معاناها تنجم الدرب ويلزم تواجد الاخر ضروري واكتساب ومهارات المعنة الاحترام والتبادل والمشارك الفعالي بخلف هذا يفهم حاجات اخرين في فن التعامل مع الشخصية المجاسية اكثر يتهضمه معاناها التدريب في قبول لتقبل احترام الاخر المشارك الفعالي بالنسبة نحكيه على الشخصية المتعقبة للاخطاء هيدا صيد مدام ناجي بحث هذا يا سيدي بالحق زيدا شخصية الشخصية ذي تصطاد اخطاء الاخرين وما تراش اخطاء هره وريد انتي هذيك تتعامل معاه وتتفاعل تراءت اكل تعملها تسعين حسنة تنسيها وخطاء بسيط يمشي يجريح كل شيء معاناها مايراشي اللي عملتوا به ديما يشوف فيش تخطئ ويستنيك وقت يش تخطئ هذيه ديما يستعمل الاسلوب في التعامل هي الهجوم خير وسيلة للدفاع ديما يلوج على ليتريك ديما يلوج يعني الشخصية اللي بالحق يحطك تحت المجهة بلغة اخرى يدخل ينس نس يلوج يتقص وراك يتعقبك هي ملخصة في التعقب الاخطاء ما يعطيش قيمة لتضحية الاخرين ما يحترمش مشاعرهم هذي اكثر حاجة معناها يمتاز به نتصور هذي من الشخصيات اللي التعب في المعاملة معاها وكيفيش نتعامله فنون التعامل مع الشخصية المتعقبة للاخطاء كيفيش ناجم تتعامل مع الشخصية تعقب لك اخطائك ويعس عليك ويلوجلك على الاخطاء ينسيلك البيه يتفكر لك الاخطاء كيفيش مش نتعامله مع هذي الشخصية هذي يمكن بالحق يلزمك تحتاط منها وتسيطر على اعصابك معاها بالحق هذي تتطلب صلابة نفسية كبيرة وخاصة ريت المشكلة في الشخصية هذي كي تبدأ مثلا رئيسك في العمل هذي مش يتخلق لك برج قد ما تعمل معناها ما يرضيش اكل مش فم الكاليتي متاع المعاملة مش تطيع دونك انتي في كي تتعامل معاه هو اليه كونسا دونك انتي كيفيش بش تحسن التعامل وتواصل التعامل معاه انك ما تفقدش اعصابك تتحكم في مشاعرك وما تردش الفعل هذي معانتها من حاجات وماذا بنا في العمل هذي تعمل اكل اللاجوندا كيما اللورير دوترافاي انا اللي نخدموا بيها نحطوا نحطوا انا بشلم مثلا في نهار اعملت اه عشرين حاجة بيها نمدوا بيها يوميا وعلى اقل باش بعد هوي خدمة اضافية مدام نجيبه لا خدمة اضافية باش انتي تنجم تحافظ على السيرولة التواجد متاعك وتذكروا كل ما تجي فرصة هذا يتعقف الاخطار يتعقف الاخطار هذي تعمل خطة تقييمية انك تقيم نفسك وتعرف نفسك يتغذي الترف على سلوكه وهذا يستحق انك تكون عندك البرودة الصلاب النفسي الصلاب النفسي هذي شخصية استفزازي اني انا من نعمل الف حاجة به وانتي على اقل الحاجة بيش ترد فعل لك وتنسل به يعني انك تعطيه جرد للايجابياتك اليومية تعمل خطة تقييمية لنفسك يعني انك تغذي الطرف ومسال شون عدوها وكهو واضح واضح شكرا لك مدام نجيب الحاجة الاخصائية النفسانية يعطيك صحة على تدخلك معنا هكا نكون وصلنا لختم حلقة اليوم من برنامج الحياة في العيلة نتقابلوا في الحلقة القادمة في الاميننا الحياة في العيلة التطرق الى نمط العيش العيلي وابرز المسائل لتهم العيلة ترجمة نانسي قنقر